موسيقى وأحب أن أحد يسمع طبعا رحمة عمي الله يغفر الله ويسكن الجنة وموت المسلمين كان لها أثر في بعض التوجيه بعد ما بعد ما قاعدت تكتب القصيد وصرت يعني أحب أن أحد يسمع لي فكنت أخذ منه بعض التوجيه يمكن أن بحكم بعد أنها أقرب الناس اللي في مجتمعي ما كان عندنا لا صحافة ولا فيشة بادية وبعدين قرية فما كانت عندنا زي ما تقول صقل الموهبة كثير فكانت توجيه من الله يرحمه في بعض القصائد اللي كنت أكتبها والشعر مثل أي موهبة ثانية أو مثل أي أداة تسقلها إلينا أنها تنصقل السكين هو السكين لما تخليه ما تحده يندقهم ولا عاد تستفيد منها والشعر كذلك إذا موهبتك هذه ما تسقلتها بالممارسة بالمشورة بالتوجيه بتقبل النقد كل الأمور هذه لازم تمر عليك يعني لا نقد عليك أحد طبعا النقد الهادف أنا أتكلم عنه يعني بعض الناس ممكن ينقد على القصيدة من باب أنه ينقد عليك وبعض الناس لا يعطيك ملاحظة ولما ترجع في نفسك تلقى أنه فعلا الكلام هذا صحيح وهذا هو النقد الهادف أما أنك ترد كلمة ما هو فيه في سياقها أو ما هو فيه أو ترد كلمة قد يكون مفهومها يأثر عليك كشاعر لو فهموها الناس في عكس مفهومك لها والديوان موجود الآن؟ الديوان غلى القصيد والله يعني صوتي مطرح بالفترة التسويق أنا ما كنت راضي عليه عشان كذا كان أعلاني له ضعيف جدا يا السلام